حكومة أغلبية وطنية لا تغضع لأي ضغوطات هدف أكده مجدداً زعيم التيار الصدري خلال لقاء في محافظة النجف وصف بلقاء الفائزين لقاء جمع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالصدر بناء على مبادرة تقدم بها زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني علها تثني الصدر عن معارضته لإشراك زعيم ائتلاف دولة القانون في أي حكومة تتمتع بأغلبية وطنية اللقاء لم يدم طويلاً لكنه بحسب مصادر سياسية رسم خارطة طريق واضحة لملامح المرحلة المقبلة التي سيتصدر مشهدها التحالف الثلاثي الطيار الصدري والحزب الديموقراطي الكردستاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ممثلاً عن الجانب السنية